ومازالت فضائح اتحاد القرى المصري مسلسل مستمر متابعة هجمة مرتدة اعمل اشتراك في القناة وتعلم ما اقولك فضائح اتحاد القرى المصري اللي بتثبت ادانته فضايا حق النادي الاهلي في النهاء الافريقي اتهام 12 عضو من اتحاد القرى المصري باخفاء خطاب الفيفا الموجه للاتحاد القرى المصري من اجل استضافة النهاء الافريقي ولكن 12 عضو قاموا باخفاء الملف مسبب انتماءهم لاندية اخرى لو سبت الكلام ده كله لازم اللي 12 عضو دول مش يتشطب عضويتهم لقل اللي 12 عضو دول يتحكموا علشان ضيعوا حق مش حق النادي الاهلي ده حق مصر ضيعوا هيبة مصر 12 عضو قاموا باخفاء الملف ازاي علشان انتماءهم لاندية اخرى والله العظيم شابوه اللي 12 عضو انهم دحكم على اتحاد القرى بالكامل ودحكم على مصر ولكن ننتظر فضائح اتحاد القرى الاخرى فضيحة جديدة من المنتظر ان اتحاد القرى يخفيها كما اخفى خطاب الفيفا او خطاب الاتحاد الافريقي في تنظيم نهاية افريقيا تغريم نادي الزمالك واقافه فترتين من القيد بسبب تأخيره في تغريمه لقضية شيكابالا مع سبورتنجل ورينا بقى اتحاد القرى هتخفي الخطاب ده ازاي الخطاب امام حضراتكم او خلي اتحاد القرى يورينا بقى هيخفيه ازاي علشان خطر الزمالك يقايد اللعيبة اللي بيتفاوض معاها ويقايد اللعيبة اللي بيعملها والاتحاد الافريقي قرر ان الفريق اللي عنده قضايا في الاتحاد الفيفا ما يشاركش في بطولة افريقيا السنة الجاي كده رسميا الزمالك لو خاد بطولة الدوري حتى ما يشاركش في بطولة افريقيا الموسم القادم ده اللي هنشوفه وهنشوف فضايح اتحاد القرى المصري هتطبط بازاي على مرتضى النوس عن امه واتقى الزمالك اللي وقفين ضد النادي الاهلي وهيفضل الاهلي رقم واحد بجمهوره وبمحبيه بتمنى من كل جمهور النادي الاهلي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل كل جديد احلى مساعة الاهلي والاهلوية